تصعيد تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدة أيام ما بين اقتحامات واعتداءات وعمليات قتل وتنكيل ينفذها المستوطنون وجنود الاحتلال الصهيوني في القدس ومدن الضفة الغربية ورغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تزايدت وطيرة اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك خاصة عبر باب المغاربة والتي تتم بحراسة شرطة الاحتلال ولا تخل بالطبع من الاستفزازات المتعمدة للمرابطين الفلسطينيين كما تكررت عمليات قتل الفلسطينيين على يد القوات الصهيونية حيث قتلت سيدة فلسطينية بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن عند باب السلسلة وهو أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة لتغلق بعدها قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة وفي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية تسللت قوات صهيونية خاصة أو ما تعرف بوحدات المستعربين واختالت شابا فلسطينيا كما اعتقلت آخرين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في قرية برقين جنوب المدينة وتأتي هذه العملية عقب عدة اختيالات نفذها الاحتلال في جنين السلطة الفلسطينية أدانت وبشدة جرائم الاحتلال في القدس وجنين وحملت حكومة الاحتلال وأدرعه المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم فيما أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية من جهتها أن هجمات الاحتلال العنصورية ضد الفلسطينيين في القدس وبقية المدن الفلسطينية هدفها القضاء على المقاومة وتركيعها إلا أن ما يجري على الأرض هو عكس ذلك تماما حيث تزداد وطيرة المقاومة يوما بعد آخر بمختلف وسائلها ويزداد الفلسطيني تمسكا بأرضه وبحقه المشروع فيها